اشتركوا في القناة وقف الفتى فوق الصندوق ليصل الى ازرار الهاتف وبدأ باتصال هاتفي انتبه صاحب المحل الموقف وبدأ بالاستماع الى المحادثة التي يجريها هذا الفتى قال الفتى سيدتي ايمكنني العمل لديك في تهذيب عشب حديقتك اجابت السيدة لدي من يقوم بهذا العمل قال الفتى ساقوم بالعمل بنصف الاجرة التي يأخذها هذا الشخص اجابت السيدة بانها راضية بعمل ذلك الشخص ولا تريد استبداله اصبح الفتى اكثر الحاحا قال لها سانظف لك ممر المشات والرصيف امام المنزل وستكون حديقتك اجمل حديقة في المدينة ومر اخرى اجابت السيدة بالنفي تبسم الفتى واقف الى الهاتف بعد ذلك تقدم صاحب المحل الذي كان يستمع الى المحادثة الى الفتى وقال له لقد اعجبتني همتك العالية واحترم هذه المعنويات الايجابية فيك واعرض عليك فرصة العمل لدي هنا في المحل اجاب الفتى الصغير كلا وشكرا لعرضك هذا غير اني فقط كنت اتأكد من ادائي للعمل الذي اقوم به حاليا انني اعمل لدى هذه السيدة التي كنت اتحدث اليها بالهاتف لله درك ايها الصغير اين انت من رجال يعملون بلا ضمير من واجبات العمال حبتي في الله العلم بواجبات ومتطلبات العمل وذلك حتى لا يخالفها العامل او يقصر في ادائها الشعور بالمسئولية تجاه العمل فلا يهمل عمله ولا يقصر ولا يغش فمن طرق الكسب الحلال كما يذكر العلماء تجارة مشروعة بصدق او عمل مشروع باتقان او عطية مشروعة بحق ايضا من المزايا التي يتميز او يجب ان يتميز فيها العامل الذي يعمل اما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ايضا من المزايا والواجبات الواجبات على العمال الاطقان والاجادة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه رواه الترمذي ايضا من الواجبات الطاعة فيجب على العامل ان يطيع رؤساءه في العمل في غير معصية وان يلتزم بقوانين العمل ايضا من الواجبات التي يجب ان يمتاز بها العامل التعفف من استغلال الوظيفة او النفوذ للنفع الشخصي او لنفع الغير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذه بعد ذلك فهو غلول رواه ابو داود العلاقة احبة بين العمال واصحاب العمل قائمة على اساس العدل فكل من الطرفين ملزم باخلاقيات العمل فاخلاقيات العمل توجب على العامل الاخلاص والاحسان وعدم استغلال الوقت والمواد في غير مصلحة العمل كما توجب على اصحاب الاعمال مقابلة الاحسان بالاحسان ويحرم عليهم البخص او الاستغلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته